وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر على النحو الذي يلب احتياجات رواد الأعمال مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع وزيادة الصادرات والصناعة الزراعية وخلال اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار تحديث استراتيجية الجهاز ودعم عملية التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي والاعتماد على الاقتصاد الأخضر بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد وزيادة تنافسيته وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عرض أنشطة الجهاز بهدف تعظيم قدرة المشروعات التي يمولها على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال فضلا عن مشاركة الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية مثل مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومبادرة تعمل قطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية ترجمة نانسي قنقر